اشتركوا في القناة تيمور نائب تيمور جومبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي ممثلا لوالده النائب السابق وليد جومبلاط الذي اعتذر عن الحضور لظروف صحية لكنه اوفد نجله تيمور للمشاركة بهذا اللقاء كان لازم من المفترض نحن اليوم في جلسة للحكومة على الوحدة والنص كمان بتجدر اشارة نذكر برأيك اليوم اداش قانون قيصر رح يعقد مهمة هذه الحكومة ايضا هي الحكومة لا تحتاج الى قانون قيصر لا تعقد حياتها وحياة اللبنانيين يعني هي الحكومة ايوه الحضور الكريم اهلا وسهلا بكم واشكر حضوركم هذا اللقاء الذي يحمل عنوانا واحدا وهو حماية الاستقرار والسلم الاهلي خصوصا في ظل التطورات الاخيرة لذلك كنت امل ان يضم جميع الاطراف والقوى السياسية فالسلم الاهلي خط احمر والمفترض ان تلتقي جميع الارادات لتحصينه فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته ولا حزب واحد ولا طرف واحد انما جرى في الشارع في الاسابيع الاخيرة ولسيما في طرابلس وبيروت وعين رمينة يجب ان يكون انذارا لنا جميعا للتنبه من الاخطار الامنية التي قرعت ابواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية وبدى جليا ان هناك من يستغل غضب الناس وما طالب لهم المشروع من اجل تولير العنف والفوضى لتحقيق اجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لاطراف في الداخل لقد لامسنا اجواء الحرب الاهلية بشكل مقلق واطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعارات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وابراز العنف والتعدي على الاملاك العامة والخاصة وتحقير الاديان والشتم حقا مشروعا للمرتكبين واذا اهز التفلط غير المسبوق وشحن النفوس والعودة الى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غاليا في الماضي كان لابد لي انطلاقا من مسؤوليات الدستورية ان ادعو الى هذا اللقاء الوطني الجامع لوضع حد نهائي لهذا الانزلاق الامن الخطير عند الاختلاف السياسي صحي وفي اساس الحياة الديمقراطية ولكن يبقى سقفه السلم الاهل الذي لا يجوز احتجاوزه ومهما ارتفعت حرارة الخطابات لا يجب ان تسمح لأي شرارة ان تنطلق منها فاطفاء النار ليس بسهولة اشعالها خصوصا اذا ما خرجت عن السيطرة وهذه مسؤوليتنا جميعا الحاضرين والمتغيبين ايها الحضور الكريم يمر وطننا اليوم باسوأ ازمة مالية واقتصادية ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفا على جناء اعمارهم وقلقا على المستقبل ويأسا من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم اقولها بالفم الملان ليس اي انقاذ ممكن ان ظل البعض مستسهلا العبث بالامن والشارع وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية ووضع العصي في الدوليب والتناغم مع بعض الاطراف الخارجية الساعية الى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب عبر تجويع الناس وترويعهم وخنقهم اقتصادياً اعتقدنا ان الانهيار يستسنى احداً فنحن مخطئون او الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون او العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بارادتنا فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب كما عن دروس المنطقة والجوار وامام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا والمخاطر التي قد تنشأ تنشأ عما يعرف بقانون قيصر فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات نعم إن الاختلاف في الرأي حق إنساني ومحفز فكري ولكن علينا أن نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه هذا هو الخط الأحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك أي تساهل مع من يحاول تجاوزه والسلام خضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر